عايز أخذك ليه الزمالك مبالح كسب بالاتحاد 2-0 هدفين لزيزو محمد عبدالغاني وتحسن الزمالك كثيراً كثيراً مع جزال فريرا بقول تحسن أقصد أنه بقى عنده ثبات في الملعب لسه الأداء طبعاً محتاج كتير بس رجله بقيت في الملعب سقيلة يعني فيه ثبات في المستوى فيه ثبات في الحركة فيه ثبات في الشكل التيكتيكي والقاتل مع فريرا بشكل كبير الزمالك استفاد من خروجه من دوري أبطال أفريق وده بصراحة كانت نقطة مهمة جداً لأن الزمالك في الدوري مش بينافس الأهلي بس الزمالك في الدوري بينافس الأهلي وبيرامد صح فكان مهم جداً أن فريرا يبقى عنده الوقت الكافي أنه هو يبتدي يشتغل مع فريق جديد وصيح يدرب الزمالك قبل كده لكن مش ده الفريق اللي كان بيدربه قبل كده فهو محتاج أنه هو يشتغل مع اللعيبة دي بينافس طريقة 4-3-3 المختلفة عن اللعيبة دي واللي ما اشتغلتهاش مع ولا باتشيكو ولا مع كارتيرون فطبعاً محتاج وقت محتاج فرصة أنه هو يتعرف على اللعيبة ويحفظهم خصوصاً أن قيمة الزمالك منقوصة بسبب أزمة القيد وما كانش عنده فرص أنه هو يعوض المراكز النقصة في الزمالك فريرة في أول فترة ليه مع نادي الزمالك في الولاية الأولى كان وقتها حثت الدفاع الجوي وكان فيه فترة التوقف طويلة جداً فاشتغل حوالي شهر تقريباً أو شهر ونص مع الزمالك ما كانش عنده بس غير مطش في الكونفيدرالية فاشتغل فترة كويسة جداً فلما رجع الدوري كان الزمالك كاسح مع جوزفالد وفريرة اللعيبة حفظت ولقينا نسخة تانية من حماد طلب على سبيل المثال ولقينا نسخة حلوة جداً من لعيبة نادي الزمالك إنما دلوقتي ما كانش عنده المساحة دي لكن الخروج من دوري أبطال أفريقيا حيديله ولو يعني شوية وقت إن بدل ما يبقى كل مطش والتاني زي الأهل كده ما بينه ثلاثة أيام لأنا ما بين كل مطش والتاني ممكن يبقى عندي أسبوع فخلال الأسبوع دول ده ممكن أشتغل أكتر والحقيقة يعني إحنا شايفين إن فيه أسماء ابتدت تلمع شوية إمام عشور حقيقة هايل جداً لحد دلوقتي زيزو ممتاز جداً لحد دلوقتي رغم كل الكلام عن إن هو الاستبعاده من مباراة قبل كده حيأثر عليه سلباً مباراة بيرامز حيأثر عليه سلباً وإنه ممكن يدخل في خلاف أو أي مكان لأ بصراحة من بعد كده رجع كويس ولما أهضر راكلة جزاء الراجل إداله الثقة وقال زيزو حيفضل هو برضو اللي بيشوت راكلات الجزاء فدي كلها حاجات بتأكد إن الراجل بيشتغل بشكل كويس على الجانب النفسي برضو مع الجانب الفني مع اللاعبين وأنا بشوف إن دي حاجات كويسة جداً ومفيدة لنيدي الزمال صحيح أمير دايماً بتشرفني ودايماً بتنورني دايماً الحوار معك بيخلص بسرعة مشكورك شكراً جزيلاً